التيار يقدر يوصل مرشحه والمستقبل يقدر يوصل مرشحه وإذا منيجي منيخد مثلا طرابلوس طرابلوس المستقبل ما عنده حدا مع التيار لأنه التيار مش موجود بطرابلوس ممكن يكون موجود بمنطقة عكار بعكار ممكن يصير فيه تبادل بس كمان بعدها مش مضمونة لأنه عمليا لحد هلأ الأنون مشاربك لدرجة مش هم يعرفوا كيف بديطلعوا منه يعني عملوا أنون لمن خلص طلع ما بيشبه لبدونية أو ما بيشبه النسبية هذا أنون ما نهو نسبة بالصوت التفضيل كيف بيكون نسبة واللواقح المقفلة كيف بيكون نسبة يعني عمي برجع بقول شغلة كيف أنا عندي حرية الخيار لمن عم تفرض علي ليحة أنا مش مقتنع بنصة يعني في شي هون فرض في شي فرض هون أنا ما بعرف كيف يعني يعني أنا إذا بكرة بمنطقة معينة برجع بقولك ليحة فيها عشر أشخاص أنا مقتنع بثلاثة من هؤدي العشرة ليش بدي يكون في عندي سبعة أنا مش مقتنع فيهم لأنه مقتنع بثلاثة جروا معهم هؤدي السبعة يعني هاي مش ديمقراطية خليني أرجع كمان لموضوع التحالفات يعني كان لفت أيضا الافتراق الانتخابي بين الطيار وحزب الله ولسيما بموضوع كسروان جبيل يحكى عن ليحة عم يستعد حزب الله للتشكيلة بهالمنطقة شو حظوظ ولادة مثل هذه اللائحة برأيك؟ يعني الحاج حسين زعيتر بمنطقة جبيل مش معقول يكون حزب الله رشحه وما يقدر يعمله لاحة بتكون ناكس كبير يلاقله الأكيد أنه حسين زعيتر تيقدر يكفي لازم يكون ضمن لاحة يعني إذا بكرا وصلنا لما وعد أغفال اللوائح وحسين زعيتر منه موجود بلاحة يسقط حكما ما وعد فيه حسين زعيتر لأنه تتقدر تكفي بديك تكون من ضمن لاحة فهن ملزمين يعملولوا لاحة هلأ مين بدي يدخل معه؟ هذا السؤال مفتوحة في كتير في كتير وبعدين اللي بيدخل معه يعني إذا بدي يعتبروا شبهة ما هو الطيار عام الورق التفاهم مع حزب الله يعني ما نقواني الشبهة هل يغامر الطيار بالانضمام إلى لاحة الرئيس حسين الحسيني في بعلبك الهرمل برأيك؟ بعلبك الهرمل شبه محسومة بس يحكى عن فيه تململ يحكى أنه فيه قصة اعتراضات شعبية ليفتة يعني وممكن أنه تؤدي إلى خرق للاحة حزب الثناء الشيعي أنا بعتبر أنه بعلبك الهرمل صعب جدا تقدر تجمع كل المعترضين لأنه تتقدر تعمل خرق فإنك تجمع كل المعترضين بلائحة وحدة تواجه لائحة السناء الشيعي هلأ إذا ما تجمعوا بلائحة وحدة يعني شتت المعارضة السناء الشيعي حسم ليحته بعلبك الهرمل حسم الشيعي حسم السنة حسم الماروني حسم الكاتوليكي وسكرها هلأ بالمقابل هل المعترضين رح يتجمعوا بلائحة وحدة إذا تجمعوا بلائحة وحدة فينا نحكي عن تقل لائحة لينة إذا ما تجمعوا بلائحة وحدة رح تتشتت الأصوات بس إذا الرئيس الحسيني مع العشائر المعترضة ويعني القوى إذا فينا نقول اللي هي تعارض حزب الله هذا التوجه محتمل إذا كانت لائحة لحالة بس إذا صاروا أكتر من لائحة تشتت الاعتراض يعني اللائحة التالتة اللي بدها تجي بدها تخر من طريق لائحة الرئيس الحسيني لأن الحاصل باللائحة الأولى طبعا السناء الشيعي الحاصل مرتفع نعم هالشي ما بينطبق على لائحة الرئيس الحسيني من شانك إذا عندك لائحة وحدة منبلش نحكي عن إمكانية التنافس بس ولكن إذا في عدة لوائح وين التنافس قراءة بنتائج الترشيحات يلي أنت ملنك كتير راضي عن هيك هيك رؤية من برة لبرة عم بتقول أنه ترشيحات كتيرة ولكن ما فيها هيك فينا نقول ما فيها تقل مثل ما حضرتك كاكي صورت لنا الأمور هل فقد المجتمع المدني صفته برأيك من خلال كل المسيرة اللي شفنيها مؤخرا؟ وهل الأداء والتحالفات جاءت على مستوى معقد على هذا الرأي العام من أمال بأنه يشكل هيك قوة ضغط ليفته؟ أول شيء خلانا نعترف أنه الطبقة السياسية تعرف الدافع عن مصلحها أكتر بكتير من المجتمع المدني كيف بيجرب يدافع عن حقوقه؟ الطبقة السياسية لديها من الطرق والأسليب أنه تقدر تتمسك بمصلحها واللي كانوا مختلفين عم يتصالحوا مع بعضهم أنه قطعولنا الانتخابات تمطير مصلحنا بالوقت اللي المجتمع المدني والنخبويين شتتوا حالهم شتتوا حالهم بشكل أنه كأنه هن واصلين بس عم يختلفوا ما بعد النجاح أبداً هنه ما نجحوا بعد خيوصلوا بالأول وبعدين منشوف اليوم اللي هو مبيان وين المجتمع المدني اليوم؟ هذا المجتمع المدني اللي سقط أربع خطط نفايات هذا المجتمع المدني اللي لحظة من اللحظات وصل عباية بمجلس النواب بالتظاهرات اللي نعمل هيه بوسط بيروت وين المجتمع المدني اليوم؟ ما مبيان ما معلم محل وهي ده شكل إحباط بس كترة الترشيحات يعني يعز إلى أنه فيه رأي عام كان مستعدة لخوض المعتركسي ما حدا عم بيقول لا بس أنا اليوم لما نبشوف أربع لوائح للمجتمع المدني ما هو المجتمع المدني لازم يهون علي مش صعب علي يعني يقول لي يا أخي أنا في عندي هالقد برنامج كتير بسيط ما تعقد للبرنامج كتير اللبناني يعني بلش لي من المحلات أنا مبارع عم بسمع برنامج انتخابي بدوا بدوا الولايات المتحدة الأمريكية تطبقوا ما تصعب لي إياها كتير عطيني إشياء سهلة كتير مش طالب منك طالب منك تخفف لي عشقة أمام المعاين الميكانيكية يعني أنا يطلع ناية بيقول لي هلا أنا برنامجي شغلة وحدة تخفيف العشقة أمام المعاين الميكانيكية يطلع ناية بيقول لي أنا كل أنا كل برنامجي على أربع سنين لاقي مكبات صحية للنفايات ما بدي أعمل شي تاني يجي وطلع واحد يقول لي أنا بدي أعمل شغلة خفف عشقة سار من نهر الكلب للكازينو ليش عم نكبر الحجار هالقد إنه ما بعرف شو برنامج ومبارع فيه برنامج بده بده دونالد ترامب ما بينفزه يعني هل هل تكبير الحجار والكلام المنمأ هيدا ما بيوصل لمحل أنا يقول لي بس شغلة واحدة بدي أعطيك ربطة الخبز وزنة صحيح بيقبل هالقد والله بيقبل هالقد بس على القليل خلي بالشو من محل حيش يكبروا لأنه هني بيعرفوا هاي سلطة تشريعية مش سلطة تنفيذية هيدا مش بيان وزارة يعني هيدا بدي يطلع واحد يقول أنا بدي طالب الحكومة تعمل كذا مش أنا بدي أعمل لأنه النايب ما بيعمل بدي رأيك أنت إعلامي مهم وموقعك يعني إله كلمة بدي رأيك بالهجم الإعلامية على الترشيحات يعني شفنا أكتر من زمين نتمنى لهم كل التوفيق طبعا كيف أنت كإعلامي هيكي ولاش ما شفناك أنت يعني عندك نظرة وعندك رؤية ليش أنت ما تحمصت لتقدم ترشيحات طبعا مثلهم مثل أي شخص عنده طموح يلعب دوره بالبلد هاي أول نقطة النقطة الثانية أنه الترشيحات عم تاخد بعد إعلامي في ناس بيحبوه نعم أنه هالشخص ترشاه وهالشخص ترشاه بيصيروا يحكوا فيه بالإعلام بيديولوا على السوشيال ميديا في ناس بيحبوا هيدا الشغلة بس للأسف هيدا استخفاف ببعضه تجوانب منه وهيدا استخفاف ليش هيدا استخفاف لأنه العمل التشريحي عمل صعب جدا وعمل بده وقت وعمل بده جهد وعمل بده مسابرة مش هيك أنه ولا منطلع منترشح منسقطنا منكون سقطنا بس منكون عملنا همروجة إعلامية وننجحنا منكون نجحنا ومنكفلها همروجة أنا مع أنه يترشحوا بس مش لأنه إعلامي لازم أيدك لأ أنا بنظر لمعايير الترشيح بصرف النظر إذا كان إعلامي أو غير إعلامي أنا بالنسبة لإليه معايير الترشيح هي أنه يكون الشخص بمجلس النواب إما مشرع وإما يعرف يناقش بالتشريح لأن وظيفة مجلس النواب التشريح أولا تانيا مراقبة عمل السلطة التنفيذية ومحسبتها فإما إعطاء الثقة وإما حجب الثقة عنها اليوم إذا منيجي الموضوع الإعلامي اليوم ما هو سلطة بالبلد كمان وسلطة رقابة وقادر يحكي إذا كان بمجلس النواب شو المشكل إذا طلع فضح شو بالصح لا حدا عم بيقول لا مش قادر يرائد السلطة بس إن شاء الله ينجحوا أنا مش عمقول لا أنا مع ترشيحهم بس ولكن برجع أبقول أنت عينك ثاقبة ليش ما تحمست ونزلت قدم ترشيحها لأنه أنا بعتبر أنه مني قادر أعمل هيدا الدور عم تعملها هلأ يمكن بعملها بالإعلام أفضل ما أعملها بمجلس النواب خليني أسألك عن إقبال النساء اللافت يعني 111 سيدي نتمنى لهم كلهم طبعا التوفيق بس بشك بالموضوع بس برأيك مين أكتر السيدات يلي عندهم حظوظ أنهم هايك يفوتوا ويعملوا تغيير بالموضوع أول شي مش لأنها سيدي وعندها حظ نحن بحاجة أنه سيدات 100% بس بديك تشوفي النساء وين ترشحوا وبأي دوائر ومع مين بدو يتحالفوا وقداش في عندهم إمكانيات الفوز يعني اليوم مثلا إذا منيجي بناخد على 111 مرشحين أنا بقدر إليك من هلأ أنه في على الأقل شي أربعة مضمونين أربعة مضمونين أربعة مضمونين بس فوق هايدي الأربعة ما بخاطر يعني مثلا الوزيرة عز الدين اللي هي على لائحة الرئيس نبيه بره بمنطقة جنوب الثاني أكيد حظوظة مرتفعة جدا النائب باهية الحريرة حظوظة مرتفعة جدا النائب ستريدة جعجع حظوظة مرتفعة جدا صرنا قداش ثلاثة ثلاثة هلأ الثلاثة يعني بعد فيه مية وتس مية وتمانية مية وتمانية ما بعرف قداش حظوظهم بس لهلأ في هاودي الثلاثة يعني جديدة بيناتهم الوزيرة عز الدين واللي خلال عملها الوزاري كانت وزيرة ناجحة وبعتقد ستريدة المنافسة لألها صعبة ببشري والنائب باهية الحريرة مضمونة قبل ما يدهين الوقت بدي أخذ رأيك بقضية عيتاني اللواء الحاج يعني هالقضية هي كما سميناها نحن الحقيقة ضائعة اليوم برأيك بعد ما صدر القرار هل الحقيقة توضحت أم أنه زدادت غموضة؟ أنا برأيي ما كانت بالأساس الحقيقة ضائعة ما كانت ضائعة ما كانت ضائعة في ناس جربوا يضايعوا الحقيقة الحقيقة موجودة بس في ناس جربوا يضايعوها أنا برأيي الحقيقة موجودة برجع أبقلك ستظهر تباعا ستظهر تباعا واللي حاولوا يضايعوها ما زودت معهم الآن بيقدر أقول مش قليل يعني أنت ميال إلى من يقول أنه صراع صراع انتخابي أو صراع أجهزة؟ لا لأنه اللي جربوا يضايعوا الحقيقة جربوا يعطوا صورة أنه في صراع أجهزة وما في صراع أجهزة كل بساطة ما في صراع أجهزة والحقيقة برأيي ظهرت موقف ليفت يعني هاي المعطيات بكنا نشوف على كل إن الغداء لنظره قريب كان عندنا كتير بعد أسئلة للأسف وقتنا انتهى رئيس تحرير أخبار جانف غالي بدنا نشكرك على وجودك معنا الليلة طبعا رسمت صورة هيك شوي سودوية فيني أقول نتمنى أنه كل الإشياء السوداء إن شاء الله تكون غلطان إن شاء الله تكون غلطان هيك أنا بوافقك بدي أشكر كل اللي تابعونا بحلقة الليلة لكم أطيب تحيات فريق العمل المؤلف من ريتا أسعد كارول كرام والزمين المخرج بير جامو تصبحوا على خير شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من يوم ليوم وعطريقة خد بريك من يوم لا يوم سنة قطة سنة من يوم لا يوم تتغير الدنيا جولي على أخبار العالم المنوعة ومواقع التواصل الاجتماعي